مصاعدة لي عشان ينجح بالشكل اللي احنا كنا عايزينه لا اتساعد اتساعد في حدود الامكانيات انا مش عايز احراجك لا لا احنا كلنا كنا اللي عايز يعني يساعد كان هيساعد واللي عايز ينجح حينجح لا اتساعد بص هو كان بيتعمله معسكرات في الوقت اللي هو الاندية بتسيب فيها اللعيبة انت مرتبط باجندة خلي بالك الفترة اللي فاتت يعني جم قال لك اصل الاجندة المنتخب الانوبلية مجمعات في شهر مثلا ثلاثة شهر خمسة شهر كذا في الحدود دي الاتحاد وفر له معسكرات بس هل كان فيها وروحنا لعبنا دورات بره في السعودية وفي الامارات بس ما اعتقدش ان ده هو اللي كان عايزه اللي كان عايزه بس لكن هو الناس ساعدت بأمانة على قدر الامكانيات اللي موجودة زي ما انت عارف في الاتحاد يعني طيب اصابت زيزو ساعدت بأمانة مش في الماتش الاخير كمان الماتش اللي قابليه اللي هو المباراجوي ده كان يعني بالنسبة لزيزو انه مفروض يلعب الماتش بعده شفت حياتك ان الامور بالنسبة لزيزو ما يرايحش حتى الماتش ده ولا كانت الامور صعبة انت ما يعتمد عليه اعتماد كله ما انا قلتلك انت رايح على ماتش يعني ولا يأهلك انك تخش المربع الدهبي ولا لا خلاص اللعيب بحجم زيزو ما تقدرش انك انك ما تلعبوش بالذات ان الاصابة بتاعته ما كانتش عنيفة يعني يعني احنا لو قولنا الاصابة بتاعته مثلا شد او مزق مثلا من درجة وراء لا مش هيلعب هنقول لا مش هيلعب مش هينفع يلعب او هنحاول معا الحد مثلا ايه الماتش اللي وراه لكن زيزو بس كانت العضلة مجهدة عشان كده خرج خرج اخر المباراة خلي بالك ده خرج قبل ضربات الجزاء يعني العضلة كانت مجهدة لو انا عندي شد مش هقدر انت عارف طبعا ان العضلة ضمة عدد كنت الاعيب لو انا عندي مشكلة حتى لو شد خفيف من الدرجة الاولى في العضلة ضمة شاعدا نعمل اسبرينتو مع اول بالعرض ولا حاجة حاهم صح ولا غلط ده هو بيفكر كمان في جزء ما بعد البطولة ماشي بس برضو انا اقول لك حاجة زيزو برضو عيب كبير والعيب فاهم مفكرش في حتة دي لا خالص خالص راجل لعب لو فكر في الحتة دي على فكرة انا 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 جيت قلت لزيزو ولتول له لو انت مش قادر ما تلاحبش يعني احد تسأله هو عدت معاق قلت له انت مصلحتك احنا هنا كجهاز طبي عشان سلامتك ومصلحة الفريق لو مصلحة الفريق هتتعرج مع سلامتك لأ ، سلامتك اولًا كان فيه كلام على لسانك الدكتور رنتك كلمت مع زيزو ما عارفشق قريت ولأ قريتو ولأ أيو أيو قريتو اه أنه قال لك ما أنا مصلحة فوق كل شيء لا دا مصلحة وإيه يعني لا ما هو بما معناه أنه قال لأ معارف مصلحتي من مامه ألا عارف المصلحة عرة صبتي مش ان انا لازم اطلع عشان ما اتصابش عشان انا لو جالي عروض ولا الكلام لا لا خالص ما اتكلمش على عروض خالص لا 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 ده هو اتكلم على اصابته بمعنى انت يعني عشان لو انت تعبان عشان اصابتك ما تبقاش فيها بقى تتقلب لشدة او مزق وكده اقول انا مش عايز مش عايز العب يعني دي لكن هو الحقيقة يعني قال لا انا يعني هقدر العب وفعلا نكمل ماتش البراجوي لحد الاخر حد الاخر طيب اه هارجي على ميكالي ماتش فرنسا سوريا فرنسا فرنسا كمله لحد الاخر اه صحيح طيب هارجي على ميكالي تاني حقيقة النتائج خلت الناس كلها تتكلم على ميكالي بشكل رائع الحقيقة تمام تالت بعض الاراء انه بما فيهم طبعا بعض المسؤولين ان الراجل ده يكمل ولازم يكمل مجرد يعني خسارتنا من المغرب بالشكل ده الاراء دي ما بقتش موجودة هل الراجل ده فعلا استحقى انه هو يبقى متواجد ويكمل ويخطط للمنطقة الناشئين ومنطقة السن ده لانه هو متخصص فيها ولا من رأيك يا دكتور او مش عايزة برضه احرجك في النقطة دي اه لكن فكرة انه هو هل باي يفيد الكرة في مصر لو الراجل ده في دول اه يفيد يفيد بالذات ان انت لو وفرت له اه في اسرع وقت برضه اه كانت نكحة جدا نكحة جدا انه كان بيطبقها وبيقعد مع اللعيبة يفهمهم وبيعمل الخطط والكلام ده واتحاجات دي كلها يعني بص خلينا صرحة احنا اي نتيجة تانية غير اللي تحصلت سلطة في المغرب كان الراجل ده الناس حتشيلهم فوق راسهم اكيد صح ولا غلق انا بقول لك المكانة دي تتغذب بالشكل ده بقص اي فريق اكبر المدرين الفنيين يرجن كلوب مش تغلب سبعة في انجلترا انا قلتها حتى البرازيل في المرازيل بلان اتغلب سقيا بس ده يعني ليه امرين الحقيقة لأ الا انا ادرت الماتش بشكل غير جيد او انا كان عندي غرور فما لحيتش الماتش اني واحدة فيهم بنسبة هقول لك حاجة انت ممكن تكون ما كنتش موفق اه كنتش ايه موفق موفق زي عيه العيب انت في العيب كنت موفق في الماتشات تانية ماشي 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 التوفيق وعدم التوفيق ممكن يبقى في مباراة ومباراة تانية لا دي دي حاجة بيضاف اليه برضو حاجة زي منت زي انا بقولك انا في بعض المدرين الفنيين ممكن في وسط المباراة او في اخر بالذات لو الدنيا صعبة واللعيبة مش مالكاة ممكن بيتوها ادرتوا للقاء اه نفسها ممكن او ممكن او تحصل كتير جدا اندهم العيوب دي اه طبعا طبعا ممكن يفلت منه الموضوع فتلاقي تغييره مش مزبوطة فتفتح اكتر بالذات اه زي ما بقولك اذا كان ما عندوش الادوات يعني بقولك برضو برضو